كابتن حشيش وانت راجل يعني مدافع ليه خبرة وكان اسمك جميل جدا طبعا كمدافع انت لو موجودة وبتنصح مثلا ياسر إبراهيم وبتنصح عيمان أشرف اللي هم المرشحين ان هم يكونوا في التشكيل الأسئية يتعاملوا مع مصطفى محمد ازاي؟ او انت كمدافع تتعامل مع مصطفى محمد ازاي؟ بصفى مصطفى يعني اكبر ميزة فيه هي كرة العرضية والجنبو مبدئيا لازم تجيب له سلم بقى؟ لا 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 هروح لكرة قبل لان لو طلعنا احنا الاثنين في وقت واحد ممكن هو جنبو اكتر وطبعا هو بادي بيلدنج في الالتحامات جامد ما شاء الله يعني انما في الكور دي لازم انا ابقى عرايب واحد مثلا قبل شوية يعني واحد قبل شوية واحد معاه حتى لو انا ملحقتش ممكن اضايقه في الكورة ملعباش هو مرتاح لانه لو عبه هو مرتاح بتبقى مشكلة شايفين الجن اللي جابه طبعا الجن على المستوى عالي كمان ماينفعش ان هو يستلم وسيبه استلم يمكن ماتش بتاع الاهل والزمالك لما استلم وياسر ابراهيم رجع باستغراب غير عادي يعني ما اعملاش سر دباك ان انا سيب الراجل جاله الكورة واستلم على سيد الوارجة على خطوطين ده انا لو افعل تعليمش يعمل حاجة خلص حتى لو شاطها تيجي فيها فلازم بقى فيه تركيز لازم بقى فيه هدوء عصاب ماينفعش الدخول اللي هو يعني الضغط الجامد لا يعني لازم بقى فيه تركيز وممكن انا احاول اخذ الكورة ازا بقولك العالية قابله الكورة العادية اللي بتجيله هو مصطفى محط بتجيله وبيلعبها لحد انا بالنسبة لي كمساك لو ما قدرتش اقطع قابل يبقى سيبه لعبها لحد مش هتفرق معايا انه ما يملفش بيها واخد بالك ازاي ففي بعض الحاجات كده لازم بقى فيه تركيز لازم الناس تقعد تتفرج كل واحد يقعد تتفرج على الراجل اللي هي العب العين لوقتي الفريتين تقريبا واضحين وبينين مين الافضل من وجهة نظرك اللي يمسك مصطفى محمد ياسر إبراهيم ولا اي مناشر مين اللي يقدر عليه ايه اللي يقدر على الاصر انا بقول اي حد فيه بس يعني يركز في الحاجات اللي احنا قلناها اي حد فيه زكي انت يا كابتن حشان لا لا اخوة الله العظيم يعني مش هيستعمل افضلية الحاجة لا لا اي حد فيهم ممكن يمسك مصطفى اصلا عايز اقولك حاجة اهم حاجة ان انت تبقى عارف ودارس اللعيب اللي بتلعب قدامه يعني فلان غير فلان غير فلان فيه واحد راس حربة يبقى محطة فيه واحد راس حربة بيبقى بيلعب فيه المساحات ويفضي حتة يعني فيه مثلا لعيبك بصلاح انت عارف ممكن راس الحرب ياخد المساك مكنش فيه لا ياخده ويبقى يبقى تخالص يفضي الحتة دي انت فاهم بزاك ده طريقة لعب ومعتمد عليها يمكن دي ممكن مروان اللي بيعملها كتير مروان بيعملها كتير بياخد مش راط يجيب جوان هو بيفضل اللي جاي كان متعب كده وكان متعب كده فانت لازم تبقى المساك دارس الرجل اللي قدامه عشان يقدر النقطة القوة اللي فيه يقدر يسيطر عليها ترجمة نانسي قنقر